الحمد لله رب العالمين من أمرنا رشدا كنا قد وصلنا في هذه السلسلة من الدروس في شرح متن العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله إلى باب نفقة الأقارب والمماليك وسنتحدث في هذا الباب عن الأحكام والمسائل المتعلقة بنفقة الأقارب والمماليك وسبق الحديث عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها وبقي الحديث عن نفقة الأقارب والمماليك نستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمصنف ولجميع المسلمين قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الإبن له أب فإن نفقته على أبيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك قال باب النفقات أو قال باب نفقة الأقارب والمماليك النفقة أصلها في اللغة الإخراج ومنه سمي النفاق النفاق لأنه خروج عن الإيمان ومعنى النفقة أصطلاحا كفاية من يمونه بالمعروف كفاية من يمونه بالمعروف أي أن يكفي من يمونه من زوجة وأولاد ووالدين ونحوهم وتكون هذه الكفاية بالمعروف أي بقدر سد حاجتهم وبما يكون نفقة عرفا وسبب النفقة للنفقة ثلاثة أسباب السبب الأول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك أما سبب الزوجية فسبق أن تكلمنا عنه في دروس سابقة وبقي الحديث عن السببين الآخرين سبب القرابة وسبب الملك وجمع بينهما المصنف رحمه الله في هذا الباب فقال باب نفقة الأقارب والممالك وابتدأ المصنف الحديث عن نفقة عمودي النسب الوالدان وإن علوا والأولاد وإن سفلوا ثم تكلم عن نفقة بقية الأقارب قال وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا أي نفقة أبيه وأمه وأجداده وإن علوا وهذا بإجماع العلم أنه إذا كان قادرا وكانوا محتاجين وجب عليه أن ينفق عليهم وجب عليه أن ينفق عليهم فإذا كان والداه فقراء يجب عليه أن ينفق عليهم لقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن أعظم ما يكون من الإحسان النفقة عليهما وهكذا الأجداد والجدات وإن علوا فلو كان له جد فقير أو جدة فقيرة يجب عليه أن ينفق عليه شرعا قال وأولاده وإن سفلوا أي عليه نفقة أولاده وهذا أيضا بالإجماع من بنين وبنات ولما جاءت امرأة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اتفق عليه فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بغير علمه نفقتها ونفقة أولادها لأن هذه النفقة واجبة على الزوج بالنسبة لزوجته وعلى الأبي بالنسبة لأولاده وقوله وإن سفلوا أن يجب على الإنسان أن ينفق على أولاد أبنائه وأولاد بناته وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا إذا كانوا فقراء فعمود النسب يجب النفق عليهم إذا احتاجوا وكانوا فقراء وأما بقية الأقارب قال المصنف ومن يريثه بفرض أو تعصيب أي بقية أقارب الإنسان يجب عليه أن ينفق عليهم وذكر المؤلف شرطين الشرط الأول قال إذا كانوا فقراء هذه شروط نفقة الأقارب الذين تجب نفقتهم من غير عمودين نسب الشرط الأول أن يكونوا فقراء أشار إلى هذا الشرط المصنف بقوله إذا كانوا فقراء الشرط الثاني أن يكون قادرا على الإنفاق عليهم وأشار إلى هذا الشرط المصنف بقوله وله ما ينفق عليهم والشرط الثالث أيضا أشار إليه المصنف في مقدمة حديثه قال ومن يريثه فالشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا لهم بفرض أو تعصيف أن يكون المنفق وارثا لهم بفرض أو تعصيف فإذا شروط الأقارب الذين تجب النفق عليهم من غير عمودة النسب الشرط الأول يكون فقراء الشرط الثاني يكون قادرا على النفق عليهم الشرط الثالث أن يكون وارثا لهم فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه أن ينفق على قريبه ونوضح هذا الكلام بأمثلة أخوه الفقير هل يجب عليه أن ينفق عليه ننظر لهذه الشروط إذا كان أخوه فقيرا هنا تحقق الشرط الأول الثاني إذا كان هو قادرا على الإنفاق فإن كان غنيا والشرط الثالث أن يكون وارثا لأخيه لو مات كان يكون هذا الأخ ليس له أولاد والأب غير موجود أيضا فمعنى ذلك أنه لو مات ورثه أخوه فيجب عليه أن ينفق عليه وهنا تحققت الشرط الثلاثة الأخ فقير وهذا الرجل غني قادر على الإنفاق عليه وأيضا يرثه لو مات كأن يكون له كان يموت أبوه مثلا ويكون له إخوة أيتام يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من زكاته وإنما من حر ماله لكن إذا كان أخوه هذا لو مات لم يرثه كان يكون أخوه له أبناء فلو مات أخوه لم يرثه لأنه محجوب بهؤلاء الأبناء أو أن يكون الأب موجودا فإنه لو مات لم يرثه لأنه محجوب بالأب فلا يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان فقيرا وإنما تستحب النفقة في هذه الحال ويتفرع عن ذلك مسألة مهمة وهي هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لأخيه أو أخته أو أقاربه عموما الجوام إذا كان يرثهم لو ماتوا لم يجوز لأن الواجب عليه أن ينفق عليهم وليس أن يعطيهم الزكاة لأنه يريد أن يعطيهم الزكاة لوقاية ماله أما إذا كان لا يرث هؤلاء إلى قارب لو ماتوا فيجوز أن يعطيهم من زكاته بل إن هذا هو الأفضل لكون هذا الإعطاء يكون زكاة وصلة رحم ثم قال المصنف رحمه الله وإن كان للفقير وارثاني بعدما قرر أن القاعدة في نفقة الأقارب أن يكون الإنسان وارثا لهم وعرفنا هذه القاعدة أخذناها من من القرآن الكريم من يذكر لنا الدليل أشرنا له بالأمس من يذكر لنا الدليل على اشتراط الإرث لوجوب النفقة نعم أحسنت وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك هذه الآية نص في المسألة لأن النفقة لا تجب إلا على الوارث قالوا وإن كان للفقير وارثاني فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه كأخت فقيرة ليس لها أب وليس لها أبناء ولها أخواني إثنان فيجب على كل واحد من الأخوين نصف النفقة نفترض مثلا أن هذه المرأة يكفيها من النفقة في الشهر أربعة آلاف ريال مثلا فيجب على أخويها كل واحد يدفع ألفين كل واحد يدفع ألفين لنفقة هذه المرأة لو كان لها أربعة إخوة كل واحد يجب عليها أن ينفق ألف ريال لهذه الأخت فإذن الورثة إذا كانوا في درجة واحدة تتجزأ النفق عليهم فالنفق على قدر الميراث قال إلا من له أب وفي بعض النسخ إلا الإبن له أب لكن الصواب في نسخ العمدة إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة من له أب نفقته على أبيه خاصة ولو كان له أقارب فمثلا لو كان له أب وأم فالنفق على الأب والأم لا يجب عليها أن تنفق ثم انتقل المؤلف بعد ذلك طيب قبل أن ننتقل لنفقة المماليك لم يذكر مصنف ترتيب من ينفق عليهم قد ذكره غيره من الفقهة ترتيب من ينفق عليهم من المقدم ومن المؤخر رتب الفقهة من ينفق عليهم أولاً قالوا يقدم في النفقة الزوجة لأن نفقتها ليست على سبيل المواسات وإنما على سبيل المعاوضة ولهذا تجيب نفقتها في حال اليسار والإعسار بخلاف النفقة على القريب فإنها على سبيل المواسات ولا تجيب في حال الإعسار فالزوجة بينها وبين الزوج عقد عقد الزوجية ومقتضى هذا العقد أنها إذا لم تكن ناشزاً يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الاستمتاع بها فإذن النفقة على سبيل المعاوضة فيمقدمة على الجميع في وجوب النفقة ثم بعد ذلك يقول الفقهة بعد الزوجة الرقيق لكون نفقته تجيب مع اليسار والإعسار ثم بعد ذلك أولاده لأنهم أقوى الورثة أقوى ورثة الإنسان أولاده أقوى حتى من الوالدين لو أن هالكاً عن أب وابن كيف نقسم المسألة؟ الأب له السدس فقط هو الباقي للإبن إذن أيهما أقوى الأب أو الإبن؟ الإبن أقوى أقوى في العصوبة وأقوى في المراث وعلى ذلك فأولاده مقدمون على والديه في النفقة يلي أولاده والديه لأن عصوبة نعم والديه يكونون بعد أولاده وذكرنا السبب بأن عصوبة الولد أقوى من عصوبة الوالد في المراث فيقدم في النفقة فإن قال قائل أليس في قصة أصحاب الصخرة التي انطبقت عليهم الصخرة أن أحدهم كان باراً بوالديه وذات مرة تأخر عليهم في الإتيان بغبوقهما من الحليب فنام فوقف على رأسيهما ينتظر استيقاظهما وأولاده يصحون حوله ولم يشأ أن يقدم أولاد على والديه فكيف نقول هنا إن أولاده مقدمون على والديه في النفقة كيف نجيب عن هذا الإيراد نعم نعم فضل نعم هذا أحد الأجوبة أنه في شرع من قبلنا وأيضا هناك جواب آخر أنه نعم نعم أن هذا أيضا على سبيل الاستحباب هذا أيضا أحد الأجوبة وأيضا يحتمل أن أولاده لم تكن حاجتهم كبيرة هو قد كفاهم المعيشة ولكن هذا هذا حليب يأتي به كل ليلة فرأى تقديم والديه على أولاده وليس هذا من باب النفقة وإنما هو أمر زائد على النفقة فرأى أنه من البر تقديم الوالدين على الأولاد ثم بعد والديه في النفقة أحفاده ثم جده وجدته يعني أجداده ثم إخوانه وأخواته ثم بقية الأقارب حسب المراث فهذا هو ترتيب الإنفاق نعدها مرة أخرى الأول الزوجة ثم المملوك ثم الأولاد ثم الوالدين ثم الأحفاد ثم الأجداد ثم الإخوة والأخوان ثم بقية الأقارب يكون بهذا الترتيب ثم انتقل المصنف بعد ذلك لنفقة المماليك والرق قد انقرض كما أشرنا لهذا دروس سابقة قال وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليهم مؤونة وكسوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يوطيق رواه مسلم قال فإن لم يفعلوا رفض أن ينفق على المملوك أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك يجبرون من قبل الحاكم على بيع هذا المملوك قال إما أنفق عليهم أو بيعهم أما أن تتركهم بدون نفقة فهذا لا يجوز هذا ليس فقط في الإنسان بل حتى الحيوان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ودخلت النار بسبب هرة لا يجوز تعذيب الإنسان ولا الحيوان فيقال إذا كنت لن تنفق على هذا بيعه أما أن تحبسه ولا تنفق عليه فهذا لا يجوز ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن أحكام الوليمة قال باب الوليمة ونستمع أولاً لعبارة المصنف رحمه الله في هذا الباب نعم قال رحمه الله باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاه والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولاً الوليمة أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ثم نقلت لطعام العرس فإذا قيل الوليمة المقصود بها طعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة هي من تمام الشيء واجتماع الشيء ثم أصبح تطلق على طعام العرس نظراً لاجتماع الرجل والمرأة ولذلك عرفها المصنف قال وهي دعوة العرس يعني ما يقدم من الطعام في الزواج للحاضرين وهي مستحبة مستحب للمتزوج أن يولم لأقاربه وجيرانه وغيرها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاه وهذا جاء في قصة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وذلك أن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا وليس معهم شيء معدمين فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن آخ بينهم وبين الأنصار جعل كل واحد من مهاجرين مع واحد من الأنصار وجعله أخوه وكان في أول الأمر كالأخي من النسب يرثه ثم نسخ ذلك بقول الله وقال الله ورحم بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع وانظروا إلى عظيم الأخلاق والكرم العجيب جاء سعد بن ربيع إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له يا أخي إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين سبحان الله يقول هذا جادا ليس يختبره يقول ثروتي سأقسمها بيني وبينك نصفين لأنك أخي في الله انظروا إلى هذه الأخلاق العظيمة العجيبة وقارنوا بينها وبين واقعنا مع الأسف نجد بعض الناس الأخ يقاطع أخاه بسبب لعاعة من الدنيا يقاطع أخاه الشقيق من أبيه وأمه بسبب لعاعة من الدنيا أو بسبب اختلاف في ميراث أو نحو ذلك وهذا سعد بن الربيع يعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يعطيه نصف ثروته قال أعطيك نصف مالي مالي بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان انظر إلى أيتهما تريد أطلقها فتعتد ثم وتتزوج بها لم يكتفي فقط من يعطيه نصف ثروة بل قال اختر أي زوجتين أطلقها وتتزوج أنت بها انظر إلى عظيم المواساة انظر إلى أخلاق المؤمنين كيف طبقها الصحابة طبقوها في الواقع ولهذا كانوا خير قرون وأفضل هذه الأمة ولهذا لما ذكر الله تعالى أصحاب الجنة قسمهم قسمين في سورة الواقعة السابقين وأصحاب اليمين السابقون على درجة لما أتى السابقين قال ثلة من الأولين عن من أول الأمة وقليل من آخرين بينما أصحاب اليمين ثلة من أولين وثلة من آخرين ولذلك الصحابة رضي الله عنهم طبقوا الإسلام في الواقع وفتحوا معظم أنحاء الكرة الأرضية ورأى الناس فيهم عجبا كلما أتوا بلد تعجب الناس من أخلاقهم حتى إن أهالي تلك البلدان تحول المسلمين البلدان التي فتحها المسلمون كان أهلوها موجودون أينهم في العالم الإسلام لو نظرت أينهم اللي كانوا على ديانات غير الإسلام وقرضت تلك الديانات أصبحت تلك البلدان كلها إسلامية فانظر إلى هذه الأخلاق العظيمة ثم أيضا أنظر إلى عزة نفس عبد الرحمن بن عوف رجل معدى ما عند الشيء يعرض عليه أكثر أنصار مالا هذا العرض ما قال فرصة لا قال بارك الله لك في أهلك ومالك لا أريد لا حاجة لي في ذلك ولكن دلوني على السوق فدلوه على سوق المدينة فذهب وأخذ معه أقط وسمن يعني ربما أنه اقترض لأنه لم يكن مع الشيء ثم باعه وربح ثم في اليوم الثاني كذلك ثم في الثالث ثم سبحان الله فتح الله عليه فأصبح من أثرياء الصحابة في وقت وجيز فعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهؤلاء من أثرياء الصحابة من كونه معدم خلال فترة وجيزة أصبح من أثرياء الصحابة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر صفرة يعني طيب فقال عليه الصلاة والسلام مهيم يعني ما هذا قال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك أولم ولو بشات أولم ولو بشات وقبل ذلك قال كم سقت عليها هكذا في الصحيحين كم سقت عليها يعني المهر قال نواتا من ذهب قال أولم ولو بشات فدل هذا على استحباب الوليمة عند الزواج وأن من وسع الله عليه ينبغي أن تكون الوليمة بأكثر من شات لأنه عليه الصلاة والسلام قال ولو بشات يعني الحد الأدنى شات المهم أن لا يكون في ذلك تبديل أو إسراف لكن إذا وسع الله على الإنسان وأراد أن يدعو أقاربه وأصدقاءه وجرانه فهذا من السنة فإذا وليمة العرص مستحبها استحبابا مؤكدا ويستحب أن يولم بأكثر من شاه قال والإجابة إليها واجبة أي أن إجابة الدعوة لوليمة العرص واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الأول وهو القول الذي قرره المصنف رحمه الله أن إجابة وليمة العرص واجبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بظاهر الحديث وهو قول أبي هرية رضي الله عنه حديث أبي هرية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله القول الثاني أن إجابة وليمة العرص مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة وهذا هو مذهب المالكية قد اختاره الإمام ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم وقالوا لأن إجابة دعوة المسلم من حقوقه المندوب إليها وهذه الحقوق الإفاء بها مستحب وليس واجبا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهان عن سبع وذكر من ذلك مما أمر به إجابة الداعي إجابة الداعي وأما حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فلو كان صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حاسما وصريحا في المسألة ولكنه من كلام أبي هريرة منقوف عليه ولذلك البخاري ومسلم رواياه من قول أبي هريرة منقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مسلم رواية أخرى من باب التنبيه على ضعف الرواية المرفوعة وقد أطال الحافظ الدار قطني الكلام عن هذا الحديث ثم قال الصحيح أنه موقوف فمن حيث الصناعة الحديثية لا يثبت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف على أبي هريرة وقد ذكر ابن تيمية وغيره أن أبا هريرة فهم ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه ففهم أن ترك الإجابة معصية فقال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وعلى هذا فإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح فلا نستطيع أن نؤثم الناس بدون دليل لأن القول بالوجوب يقتضي التأثيم يقتضي التأثيم من لم يجب الدعوة وعلى هذا فالقول الراجح أن إجابة دعوة وليمة العرص مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم قال ومن لم يجب أن نعم ثم قال المصنف رحمه الله ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر إذا دعي أحدكم فليوجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك رواه مسلم فإذا أجابت دعوة مثلا وكانت غداء وكان صائما فيدعو لهم وينصرف أو حتى بعض الناس قد يكون مثلا لا يريد أن يطعم له مثلا حمية أو مثلا عنده علاج برنامج علاجي أو غير ذلك من أسباب فلا يجب عليه أن يأكل من الطعام وإنما يأتي ويسلم عليهم ويدعو لهم ويدعو العريسي بالتوفيق والبركة ونحو ذلك وينصرف ولكن يستحب أن يطعم من الطعام لأن في هذا إحسانا لأخيه المسلم وفيه جبرا لخاطره ولذلك تجد الإنسان الداعي إذا أتى أخوه المسلم وبقي عنده وأكل من وليمته أنه يسر بذلك بخلاف ما إذا أتى وسلم وانصرف فربما يكون في خاطره عليه لكن إذا طعم جبرا خاطره جبرا خاطره وسر أخوه المسلم بذلك فالأفضل أنه يجيب حتى لو كان صائما حتى لو كان صائما صيام نافلة الأفضل أن يفطر وأن يحسن إلى أخيه المسلم ويصوم يوم مكانه والحمد لله وقت الصيام موسع وقت الصيام النافلة موسع ثم قال المصنف رحمه الله قال والنثار والتقاطه مباح مع الكرهة النثار هو نثر الحلوى ونحوها على الحاضرين إما أن ينثر الحلوى وبعضهم ينثر نقودا ينثر ريالات مثلا على الحضور فهو جائز وكذلك التقاطه من الحضور أيضا يجوز لكن مع الكراهة وذلك لأنه يؤدي للتزاحم وربما يؤدي إلى الشحناء كون بعض الحاضرين يأخذ وبعضهم لا يأخذ فبهذه الطريقة قد يؤدي إلى بعض المفاسد فلذلك كرهه العلماء لكنه من حيث الحكم جائز جائز النثار وجائز التقاطه مع الكراهة والأولى قال المصنف وإن قسم على الحاضرين كان أولى الأولى أن يقسم هذا المال أو هذه الحلوى على الحضور ولا ينثره بهذه الطريقة لأنه إذا قسمه على الحضور كان أكثر ترتيبا ولأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم التمرات بين أصحابه ويقسم الغنائم بين أصحابه ما كان عليه الصلاة والسلام يستخدم النثار ينثر بهذه الطريقة فالنثار إذن جائز مع الكراهة وهو عادة عند بعض الناس في بعض المجتمعات فنقول الأفضل من النثار هو التوزيع التوزيع على الحضور أفضل من النثار لكن لو أنه نثر حلوى أو دراهم أو نحو ذلك فهو جائز والتقاطه أيضا يجوز مع الكراهة ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الأطعمة نستمع لعبارة مصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله كتاب الأطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام سمى طعاما من يذكر لنا الدليل من القرآن نعم أحسنت ومن لم يطعمه فليس مني ومن لم يطعمه فليس مني نعم نعم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني من لم يطعمه الضمير جعل ماذا النهر في قصة طالوت وجالوت فسمى شرب الماء طعاما وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر قال عن ماء زمزم إنها مباركة طعام طعم طعام طعم مع أنه ماء ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدل هذا على أن الطعام يطلق على ما يأكل ويطلق أيضا على ما يشرب والأصل في الأطعمة الحل لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا قاله ربنا على سبيل الامتنان على عباده فما خلق الله تعالى على هذه الأرض خلقه لبني آدم كل ما خلقه الله على وجه الأرض كله لبني آدم فقط الله تعالى أراد من بني آدم أن يعبدوه كل ما خلق الله من الحيوانات والنباتات وكل شيء على الأرض خلق لمصلحة بني آدم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا يقتضي أن الأصل الحل الأصل في الأشياء لباحة والأصل في الأطعمها لباحة وأيضا يدل لذلك قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعيموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فإذن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة قال وهي نوعان حيوان وغيره وبدأ المصنف بغير الحيوان ثم انتقل بعد ذلك كلام على الحيوان قال فأما غير الحيوان فكله مباح إلا يعني الأصل في غير الحيوان الإباحة وكما ذكرنا إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما كان نجسا فهو محرم جميع النجاسات محرمة لا يجوز أكلها ولا شربها جميع ما كان نجسا فهو محرم أكله وشربه لأن النجس خبيث والله تعالى يقول وحرم عليهم الخبائث ولهذا حرمت الميتة والدم كما في قول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم خنزير أو مضرا كالسموم فما كان مضرا بصحة الإنسان فهو محرم لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمثلا شرب الدخان التبغ محرم لأنه مضر من صحة الإنسان أجمع الأطبة على ضرره ما في طبيف العالم يقول أنه غير مضر جميع الأطبة مسلمهم وكافرهم من جميع جنسيات ومن جميع الشعوب أجمعوا على أن شرب الدخان مضر ضرر بالغا وأنه يندر أن يوجد مدخن معمر فيكون محرما لضرره فهذا مثال لما حرم لضرره قال والأشربة كلها مباحة يعني الأصرف الأشربة لي باحة لماذا ذكرنا من الأدلة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فمنه كف منه حرام ولقوله ما أسكر كثيره فقليله حرام وعلى ذلك نقسم المائع الذي فيه كحول أصل مادة الإسكار هو الكحول الإثيلي هذا أصل مادة الإسكار الكحول الإثيلي وهذا الكحول نستطيع أن نقسم المائع الذي يوجد فيه الكحول إلى ثلاثة أقسام انتبه لهذه الفائدة انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب نقسم المائع الذي فيه الكحول إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن تكون نسبة الكحول فيه كبيرة فهذه محرمة بالإجمع هذا محرم بالإجمع ومنه يعني الخمور وكل ما كان فيه كحول نسبة الكحول فيه كبيرة وهذا أمره ظاهر القسم الثاني أن تكون نسبة الكحول فيه قليلة لكنه لو أكثر من شرب هذا المائع سكر نسبة الكحول قليلة لا تسكر لكنه لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه الكحول سكر فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام القسم الثالث أن تكون نسبة الكحول فيه يسيرة جدا وهو ما يعبر عنه الفقه بقوله مستهلكة مستهلكة تكون نسبة الكحول مستهلكة فهذه معفو عنها لأنه لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة المستهلكة لما سكر وهذا يرفع الحرج عن المسلمين في كثير من المعلبات الموجودة الآن والأدوية الآن معظم المعلبات لا تخلوا من نسبة يسيرة من الكحول معظم العصائر الموجودة لو ذهبت الآن للتموينات العصائر الموجودة لا تخلوا من نسبة يسيرة من الكحول المعلبات لا تخلوا من نسبة يسيرة من الكحول الأدوية لا تخلوا من نسبة يسيرة من الكحول لأن مادة الكحول الإيثيلي هي أفضل مادة أفضل مادة للحفظ حافظة فهم يستخدمونها في الحفظ مع المواد الحافظة يستخدمونها يرون أنها أفضل مادة فهذه النسبة إذا كانت مستهلكة يعني أقل من واحد بالمئة فهذه معفو عنها وهذه كما ذكات لا تخلو منها العصائر والأدوية والمعلبات عموما لا تخلو منها وعلى ذلك شراب الشعير الموجود عندنا في المملكة نسبة الكحول فيه أقل من واحد بالمئة فاصل الصفر خمسة يعني أقل يعني من نصف واحد بالمئة فلا بأس بشربها بينما هذه البيرة الموجودة في كثير من دول العالم نسبة الكحول فيها إما كبيرة تسكر أو قليل كثيرها يسكر فتكون محرمة وهذه شراب الشعير موجود عندنا في المملكة وقد نزع منه الكحول لكن هل من الورع ترك شربه الجواب لا لأن نسبة الكحول فيه مستهلكة وإلا لو كنت ستتورع عن شربه تورع أيضا عن شرب العصير لأن نسبة الكحول في العصير أكثر من من الشراب الشعير حسب ما ذكر لمختصون نسبة الكحول المستهلكة التي في العصير العصير الموجود في البقالات أكثر من نسبة الكحول المستهلكة الموجودة في شراب الشعير فإذا كنت ستتورع تورع عن الجميع فنقول هذه يعني الأصل فيها الإباحة مدامة النسبة مستهلكة ويعني الضابط التقريب لذلك أن تكون النسبة أقل من واحد بالمئة تقريبا أقل من واحد بالمئة فإذا خلصنا إلى تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام أن تكون نسبة كثيرة تسكر محرمة بالإجماع أن تكون نسبة قليلة كثيرة هو يسكر فهي أيضا محرمة قليلة كثيرة هو يسكر محرمة الحديث ما أسكر كثيره فقليل حرام أن تكون نسبة مستهلكة هذه معفونا عنها بالإجماع وهذه أشبه بالنجاسة اليسيرة التي تكون في الماء الكثير لو أن يعني أحدا باله في البحر هل ينجس لا ينجس أو في مسبح كبير مثلا أو بركة كبيرة لا ينجس هذه نسبة يعني النجاسة مستهلكة قال وإن تخللت الخمر يعني بنفسها طهرت وحلة لأنها قد تحولت وهذا بالإجماع قد تحولت وأصبحت مادة أخرى أصبحت بدل كونها خمرا خلا فتكون طاهرة ومباحة وإن خللت يعني خللها آدمي لم تطهر وذلك لما ورد من النهي عن تخليلها قد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا فلا يجوز تخليل الخمر لكن إن تخلت بنفسها حلت وطهرت أما إن خللها آدمي لم تحل لكن هل تطهر أم لا هذا يرجع إلى مسألة أخرى وهي هل الخمر نجسة أم طاهرة ويتفرع عن ذلك الأطياب التي فيها الكحول إذا قلنا الخمر نجسة هذه الأطياب أيضا يكون فيها نجاسة لأن أصل مادة هذه الأطياب الكحول الكحول هو أصل الإسكار أصل الخمر وإذا قلنا إن الخمرة طاهرة تكون هذه الأطيام طاهرة وأختلف العلماء في نجاسة الخمرة على قولين قول جمهور أنها نجسة واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا قالوا فالله تعالى جعل الخمرة رجسا ورجس نجس والقول الثاني هو قول ربيعة وبعض أهل العلم أن الخمرة طاهرة وليست نجسة قالوا لأنه لم يرد دليل أن يدل على نجاستها وأما الآية فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل أن الخمر قرنت بالميسر والأنصام والأزلام ولم يقل أحد بأن الميسر والأنصام والأزلام أنها نجسة نجاسة حسية إنما نجسة نجاسة معنوية ومما يدل لذلك أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك كيف يريقون النجس في طرق الناس خاصة أن كثيرا من الناس يعني كانوا فقراء وليس عليهم نعال وليس عندهم نعال وأيضا الطرق لم تكن مسفلته اكترابية فلو كانت الخمر نجسة لما فعلوا ذلك وهذا هو القول الراجح أن الخمر ليست نجسة وإن كانت محرمة وتعاطيها من كبائر الذنوب لكنها ليست نجسة ويتفرع عن ذلك أن هذه العطور والأطياب أنها لا بأس باستخدامها ولا تعتبر نجسة ولو تطيب الإنسان بعطر أو بطيب جاز له أن يصلي في ذلك في ذلك اللباس الذي تعطر فيه أو في ذلك أو لو كان العطر أيضا على بدنه جاز أن يصلي فهذا هو الأظهر والله أعلم أنها ليست نجسة وأن هذه العطياب والعطور لا بأس بالتطيب بها ولا يلزم غسلها عند الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى فصلهم والحيوان قسماني بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري طيب والحيوان قسماني بحري وبري حيوانات البحر وحيوانات البر أما البحري فكله حلال الأصل في حيوانات البحر أنها حلال لقول الله تعالى وحل لكم صيد البحري وطعامه واستثنى المؤلف قال إلا الحية يعني حية البحر فالمذهب أن حية البحر أنها محرمة الأكل قالوا لأنها مستخبثة والقول الثاني أن حية البحر أنها حلال لعموم قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وتسمية حية لا ينقلها من الإباحة إلى التحريم هي حية لكنها من جنس حيوانات البحر وهذا هو القول الراجح أن حية البحر ومثل ذلك كلب البحر كلها حلال الأصل في حيوانات البحر الحل فليس هناك دليل يدل على أن حية البحر محرمة فالراجح إذن أنها مباحة والظفدع الظفدع هل هو من الحيوانات البحرية أو البرية نعم البرمائية حسنت الظفدع يعيش في البر والبحر في الماء واليابسة وهذا الصنف يسمى برمائي فإذا ما تطبق عليه أحكام حيوانات البحر والظفدع محرم أكله وقد ورد فيه حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء وذكر أن الظفدع يجعل فيه وذكر أن الظفدع يجعل في هذا الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الظفدع وهذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله دليل على وجوب استبقائه وتحريم التعرض له فدل ذلك على تحريم قتل الظفدع وتحريم أكله وأيضا والتمساح التمساح مما يحرم أكله وذلك وهذا هو المذهب الحنابل وهو المذهب الشافعية أيضا خلافا لمن أجازه من الحنفية والمالكية ومن أجازه قال إنه من حيوانات البحر والأصل في حيوانات البحر الجواز أما من حرمه كالحنابل والشافعية فقالوا إن التمساح له ناب يفترس به ومن الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب والتمساح يفترس الحيوان ويفترس الإنسان أيضا وهو من آكلات اللحوم المفترسة ومستخبث عند كثير من الناس وهذا هو القول الراجح أنه محرم وأما قول من أجازه بأنه من حيوانات البحر فهذا غيره صحيح التمساح ليس من حيوانات البحر وإنما من ماذا؟ من الحيوانات البرمائية يعيش في البر ويعيش في البحر فلذلك تجد أن التمساح يخرج على شاطئ البحر ويمكن أن يعيش ليس مثل الحيتان والأسماك ونحوها فالذين أجازه بنوا ذلك على تصور غير مسلم وهو أنه من حيوانات البحر نقول ليس هو من حيوانات البحر هو من الحيوانات البرمائية هو مثل الضفدع وعلى ذلك فالقول الراجح هو تحريم وأكل التمساح لأنه من دوات الأنيام له ناب افترس به الإنسان والحيوان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبا وأيضا مما يحرم من الحيوانات التي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها النملة والنحلة والهدهد والصرد فهذه قد وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النملة والنحلة والهدهد والصرد الصرد يعني طائر شبيه بالهدهد فالنمن لا يجوز قتله إلا إذا آذى ولم يكن هناك وسيل يتخلص منه إلا بقتله ومثله النحل ومثله الهدهد ومثله الصرد قال وأما البري نعم قال رحمه الله وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له أحرام هو قال لا وما عدا هذا فمباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخير وسمى الضبع صيداء نعم وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذا قد جاء في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذه القاعدة أن كل ذي ناب يحرم وكل ذي مخلب من الطير يحرم فمن ذوات الأنياب مثلا الأسد يحرم أكله النمر كذلك الفهد الذئب الخنزير الكلم القرد هذه كلها من ذوات الأنياب فيحرم أكلها كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر والبازي والشاهين والنسر والعقاب ونحوه قال والحمر الأهلية الحمر الأهلية أبيحة ثم نسخ الحكم فحرمت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأجمع العلماء على تحريم أكل الحمر الأهلية وأما الحمر الوحشية لا يجوز أكلها لكن الحمر الوحشية انقرضت من الجزيرة العربية من أزمنة لكن كانت في عاد النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة ويقال أنها الآن موجودة في بعض دول العالم لكنها عندنا انقرضت ولم يعود لها وجود والبغال البغال أيضا يحرم أكلها لحديث جابر قال أكلنا يوم خيبر الخيلة والبغال والحمير فنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنى عن الخيل رواه أحمد بسند لا باسوي ولأن البغل متولد ما بين الحمار والفرس فيغلب جانب الحضر والتحريم قال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم هذه أيضا محرمة هذه التي تأكل الجيف كالنسور والرخم والغراب ونحو ذلك قال وغراب البين والأبقع الغراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول غراب البين ويقال له غراب الأبقع وهو الذي فيه بقعة بيضاء في رأسه وهذا محرم أكله لأنه يأكل الجيف والقسم الثاني الغراب الأسود الكبير وهو المعروف لكثير من الناس وهذا أيضا يحرم أكله لأنه يأكل الجيف القسم الثالث غراب الزرع غراب الزرع وهو نحو الحمامة أحمر المنقار والرجل لا يأكل الجيف وإنما يأكل الزروع ويسميه بعض الناس الزاغ وهذا يحرم الثالثة أكله وإن سمي غرابا لكنه هو غراب الزرع يسمى غراب الزرع ولا يأكل الجيف وإنما يأكل الزرع ويسمى الزاغ كما قال الدميري في كتاب الحيوان فإذا الغراب إذا كان الغراب الأبيان أو الأبقع محرم الغراب الأسود الكبير محرم غراب الزرع جائز طيب القنفذ القنفذ لم يذكره مؤلف تجد نضيفه القنفذ ويقال له النيس اختلف العلماء في حكم أكله على قولين القول الأول أنه يحرم أكله وهذا هو المثب عند الحنفية والحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث وواهو أبو داود والقول الثاني أنه يجوز أكل القنفذ وإليه ذهب المالكية والشافعية وهو رواي عند الحنابلة قالوا لأن الأصل الحل وهذا القنفذ يتغذى بالنبات وليس من ذوات الأنياب المفترسة ولما سئل ابن عمر عن القنفذ قرأ قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وهذا يدل على أن ابن عمر يرى جواز أكله وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبدالله بن باز رحمه الله أنه يجوز أكل القنفذ وأما ما استدل بأصحاب القول أول من حديث ابن عمر أن الخبيث ابن الخبائف حديث ضعيف لا يصح ضعفه البيهق وغيره ومما يؤكد ضعفه أن ابن عمر نفسه كان يفتي بأن القنفذ مباح ولما قرأ قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الطاعم يطعمه فلو كان هذا الحديث محفوظا عند ابن عمر لما أفتى بجوازه وعلى هذا فالقول الراجح أنه يجوز أكل القنفذ قال وما يستخبث من الحشرات كالفأل ونحوها ما يستخبث يحرم أكله ولكن ما ضابط ما يستخبث لأن بعض المجتمعات تستخبث شيئا وبعضها لا تستخبثه الصحيح أن الضابط في المرجع الاستخباث للشرع للشرع والله تعالى قال ويحرم عليهم الخبائث فالفأر والحية والحشرات هذه كلها محرمة لأنها مستخبثة قال إلا اليربوع اليربوع يسميه الناس اليوم بالجربوع فهذا يباح أكله وقد قضى فيه الصحابة بكبش قضى الصحابة في اليربوع بجفرة قضى في اليربوع بجفرة يعني الماعز الصغيرة فدل ذلك على حل أكل اليربوع لأن الصحابة اعتبروه صيدا فالجربوع إذن يباح أكله والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه فقال أجد نفسي تعافه قيل أحرامه قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فقوله عليه الصلاة والسلام لا دلن على إباحة أكله فيباح أكل الضب قال وما عداهما فمباح ما عداهما فمباح يعني ما عدا هذين الجربوع والضب فمباح كبهيمة الأنعام مثلا والغزلان والضب وبقية الطيور ونحو ذلك قال ويباح أكل الخيل وذكر المؤلف الدليل قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخيل وهذا الحديث صحيحي هو صريح في المسألة ولحديث أسمى قالت نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا وأكلناه فلحم الخيل يباح قال والضبع المؤلف يرى أن الضبع يباح أكله واستدل لذلك قال وسمى الضبع صيدا وهذه المسألة يعني نفصل الخلاف فيها أنها مسألة مهمة اختلف الفقهة في حكم أكل الضبع على قولين القول الأول تحريم أكله وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة لأن له نابا يفترس به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع القول الثاني أنه يكره أكل الضبع لأنه من السبع التي لا تعدو بنابها قال له نابلك لا يعدو به ولا يفترس به وهذا مذهب المالكية القول الثالث أنه يجوز أكل الضبع هذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بالحديث الذي أشار إليه المصنف حديث جابر عن أبي عمان قال قلت لجابر الضبع صيد قال نعم قلت أذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو تحريم أكل الضبع وذلك لأن له نابا يفترس به بل إن نابه حسب ما يذكر أهل الاختصاص أقوى أنياب الحيوانات المفترسة حتى إنه يأكل العظم العظم ما يفترسه يأكله كأنه يأكل لحما من قوة نابه ويفترس الإنسان ويفترس الحيوان فهو أقوى الحيوانات المفترسة نابا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وأما ما استدل به قائلون من الجواز من حديث جابر فقد قال الحاف بن عبد البر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار وليس بالمشهور وليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه قال والنهي عن أكل كل ذي ناب من السبع والد من طرق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحديث في سنده مقال كما قال من عبد البر ثم أيضا لو صح حديث جابر فغاية ما يفيد أن الضبع صيد صيد يفدى في الإحرام ولا يلزم منه حل أكله كالثعلب فإن الثعلب يقصد بالصيد للانتفاع بجلده لكن يحرم أكله ولما سئل الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا قال عليه جزاء وهو صيد لكن لا يؤكل وأما قول من قال بأن الضبع له ناب لا يفترس به فهذا غير صحيح بل هو أقوى يعني بل هو شرس ومفترس افتراسا شديدا ونابه أقوى أنياب الحيوانات المفترسة فلا يسلم بما ذكره بعضهم ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أراد توجيه قول الحنابلة بجواز الضبع قال صحيح له ناب لكن لا يفترس به لكن الواقع أنه يفترس به ولو أنك يعني دخلت على اليوتوب ونظرت للضبع لترى قوة افتراسه لو كتبت افتراس الضبع تجد يعني مقاطع توضح لك شدة افتراسه للحيوان بل حتى للإنسان فما كان ذاناب شديد وقوي كيف نقول بحله والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذيناب من السبع ولذلك فالصواب في هذه المسألة هو تحريم أكل الضبع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ومن قال بجواز أكله لو أنهم تصوروا هذا الحيوان وشدة افتراسه وقوة نابه لربما رجع من هذا ثم أيضا لو افترنا التعارب بين حديث أبي ثعلبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السبع وحديث جابر حديث أبي ثعلبة أصح وفي الصحيحين بل قال عبد البر أنه قد بلغ حد التواتر بينما حديث جابر في سنده ما قال ثم لو صح أيضا أيضا وجه بأنه من الصيد لكن لا يباح أكله وعلى ذلك نقول إن الأقرب الله أعلم هو تحريم أكل الضبع ونكتب بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر